رشحوا من عندهم لجنة طبعاً أكوليجان 65 شخص للمتابعة كانت أيضاً مقسمة طائفية نفس هذه التقسيمة اللي احنا ذكرناها بعدها انبثق منهم القانون الإدارة الدولة اللي كانت كثير مواد به تشير إلى التوافقية والمحاصصة بعد هذه الدستور العراقي بال2005 اللي قرروا وتم اعتماده وإقراره بالستفداء وسأراجعه على السادة على الاستفداء الدستور بعديد من المواد أنا ما في صدد اليوم مناقشته حقيقة وقلت لك عندنا حلقة إن شاء الله على الدستور خاصة نعيدك إن شاء الله إن شاء الله الدستور أنطي بعض المواد من الدستور مثلاً نماذج من الدستور أحد المواد تقول يتم تشكيل الجيش العراقي من مكونات الشعب وليس من أفراد الشعب يعني هاي وحدة من المواد من مكونات الشعب يعني الجيش العراقي يتم تكوينه من مكونات الشعب مو من الأفراد يعني هم محاصصة محاصصة هاي بالدستور يعني السنة هلقى الدستور ايه ومع هذا ومع هذا طبعاً نظيفك حتى التطبيق هم ما التزم بالدستور طيب اليوم إذا تروح للجيش العراقي ما راح تشوف به يعني بصراحة يمو مسألة أنه شيعة وسنة وإحنا دين نرفع لا هاي عبرناها جاوزناها لكن أنا على شخص شيء منطقي واقعي الجيش العراقي وبشهادة أحد القيادات الشيعية مالتهم هم زين اللي هو قيس الخزعلي قيس الخزعلي أش يقول يقول نسبة السنة في الحجل الشعبي أكثر من نسبة السنة في الجيش العراقي هذا قول لأحد قياداته مهمة زين فأنت تشوف الحجل الشعبي سواء مهما كانت ملاحظات عليه جيد أو غير جيد هو نسبة السنة اللي به أكثر من الموجودة النسبة السنة في الجيش العراقي فشوف شقد موجود بالجيش العراقي معناته قليلة يعني حتى الدستور هم ما طبقوا أنه يتكون من مكونات طبعا بالتأكيد الأخوة الكرد أيضا ما موجودين بالجيش العراقي لأن عندهم قوات حرس لا لا موجودين بالجيش العراقي بس قلة فأحنا هاي من المواد اللي الدل على أنه الدستور أخذ بالتوافقية المحاصصية زين فالمحاصصة قررت بالدستور وصارت عرف